موسيقى موسيقى أهلاً وسهلاً فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم سكورشيت على شاشة وتلفزيون دولة الكويت عبر قناة كويت الرياضية فكرة البرنامج أن نستضيف ضيف ويختار أفضل هداعش لاعب من وجهة نظرة وحديثنا اليوم عن البريمير لينك أفضل دوري بالعالم وفي ضيافتنا نجم المنتخب الكويتي وأيضاً نادي الكويت حسين حاكم مساك الله بالخير وحياك الله مساك الله بالخير حياك الله طالعون يا أهلاً وسهلاً وأشي شو متابعتك للبريمير لينك ممتازة أكيد أنه في عامل أحس عامل فانتزي صحيح قاعد تلعب الصحيح ويعني الفانتزي أعتقد أنه برنامج أتاح لأننا نتابع دوري انجليزي بالأرقام وبالأسماء ومتابعة حثيثة وهذا أمر صراحة تميزه فيه أكيد شون وضعك سكور كذلك بالفانتزي لا للأسف شغلت عنه ترى كاثرات التفكير تضيعك ما أفكر لا أكون محدد أهدافي لكن مرات تأخذلك الأسماء التي تختارها ولا لك ميول بالدوري انجليزي لي ميول شنو؟ أنا حقيقي كنت أحب لوفر بول ما زلت لكن أنا معجب جدا من مانشستر سيتي مانشستر سيتي أكيد أن اثنين هم أنديا وميزة ونشوف الصراع تاريخي صراحة بين الناديين قبل لنبدأ الرسم الفني اللي رح يلعب فيه حسين حاكم أنا أحب أن أبدأ في خطة 4-3-3 على الورق نعم 4-3-3 نقعد نختبر حسك التدريب إذا كان فيه نوايا أو شيء نكتشفك من خلال سكورشي طولي بعمرك إذن 4-3-3 تشكيلة الكابتن حسين حاكم للدوري الإنجليزي أو الرسم الفني جاهز نبدأ في حراسة المرمى والحراس ديخية بوب رامسدين لوريس إدرسون أليسون بالنسبة لك حسين إدرسون السبب؟ الأسباب كثيرة إدرسون من الحراس المريزين على مستوى التصديات نعم وكذلك مميز في الطريقة اللي أنا أحب ألعب فيها اللي هي أن نستخدم الحارس أن يكون لاعب رغم 12 بالطريقة نعم ولا يكون لاعب فقط للتصياد وهو يتميز أن يبني أن يستخدم قدميه في التمرير وأكيد أن إدرسون خير من يملك هذه الميزة كابتن إحسين وحتى أرقامك كويسة بعد يعني بالضبط بس أتوقع أنه حارس مو 10 على 10 لا بالعكس بالعكس مشكلة أن أليسون حارس مميز جدا في المتخف برازيل وهذه يعني تبقى تفاصيل صغيرة يعني بالضبطية مفاضلة طبعا ما بين حراس مميزين وأكيد أن البرازيل محظوظ في هذين الحادثين إذن ننتقل إلى قلوب الدفاع كابتن إحسين عندك تشار متعلق مع نيو كاسل فان دايك غني عن التعريب فاران لابورتي مارتنز روبن دياز روميرو كولي بالي ونتقل بدفاع صحيح فعلى هي أساسة بتختار قلوب الدفاع شوف دائما قلوب الدفاع تختارهم أن يكون لعبهم متكامل لبعض تحتاج واحد يمتلك القوة ويمتلك السرعة وتحتاج واحد يمتلك الهدوء وكذلك يمتلك نقول العقل والعضلة بالضبط بالضبط العقل والعضلة مفترطنين يكون عندهم العقل لكن يعني في واحد يكون بفارق كبير لأن لو تشابهت أدوارهم تلقى في خلل بينهم صح يعني دائما تلقى واحد فاختار فان دايك يتميز بالعقل والقوة وهذا الصعب تلقاه بالدفاع سراحة يتميز هذا والقيادة كذلك رغم أن نخفض مستوى لكن يبقى من المدافع المميزين صحيح وكذلك أختار يمكن مارتينيز مارتينيز يعني مدافع جاي في قوة يلعب بغرينتة عالية جدا صح وكذلك عنده يعني في المانتومان نحن مثل ما نقول أو في المراقبة اللصيقة بالضبط عنده قوة كبيرة يعني ممكن تكونوا متاملين إذن شراكة أشوفها منطقية جدا مارتينيز وأيضا فان دايكو كل ميزة هذي يلعب قلبي يمين و هذي يلعب قلبي ساخر هذا شيء يساعده نعم ننتقل إلى الظهير الأيمن متألقين من أمثال تريبير قاعد يقدم مستوى خيالي وأيضا والكر دلو ما يلعب كل مرة أليكسندر أرنولد كاستاني مع أليستر سيتي و إيريس جيمس الغائب بالنسبارك والله شوف هذا على الموسم هذا اختار تريبير نعم صراح جدا يقدم موسم جميل مع نوكاسل عندك الفانتسي أو لا؟ عندي لكن نختار المستوى يقدم أدوار دفاعية ممتاز هو مدافع ممتاز يعني من كان في توتنهام أيضا لكن هذا الموسم قاعد يقدم إذا نختار على الموسم هذا قاعد يقدم مستوى كبير و نيوكاسل بشكل عام كذلك لو كان لي خيال ثاني راح أختار يمكن جيمس رس جيمس إذن اختيار الكابتن حسين حاكم مع الظهير الأيمن تريبير خلصنا قلوب الدفاع والظهير الأيمن والحارس باقينا الظهير الأيسر وأيضا هذا المركز في لاعبين صراحة متألقين في البريمير ليك خلال هذا الموسم حاليا نبن أعرض لك مدموعة من الأسماء تشيلويل زينشينكو شاو روبرتسون بير كان سلم لن تفكيص راح أختار شاو يعني أنا من أكثر المعجبين من شاو يعني عغم أنه تعرض إلى صعبات كثيرة وأيضا لكن دائما لما يكون في مستوى البدني والذهني والفني دائما يقدم مستوى كبير حقيقة الشاو نعم إذن اختيار طبعا شاو أكيد أنه مر في فترات صعبة ولكن حاليا قاعد يقدم مستوى ملفت وكان اختيار الكابتن حسين حاكم قبل أن ننتقل ونستكمل تشكيلة الكابتن حسين حاكم في خط الوسط فاصل وأنا أعود معاكم لاستكمال هذه التشكيلة أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مرة أخرى مع استكمال تشكيلة الكابتن حسين حاكم في الدولة الإنجليزية كابتن حسين خلصنا طبعا الدفاع وخلصنا حراسة المربع سننتقل للاعبين خط الوسط ومع المحاول الدفاعية سنعرض لك محاول الدفاعية وأيضا محاول هجومية لك الاختيار تقدر اثنين كمحاول دفاعية أو اثنين محاول هجومية أو واحد واحد فالأمر مترك لك بارتي سأختار مباشرة جاهز رودري رودري سأختار مباشرة لأنه سأختار التطور اللي هو فيه وكذلك الأدوار اللي قاعد يقوم فيها وأيضا الآن نشوف له مساهمات هجومية معقولة تتجاهل بارتي أو كازميرو والله كازميرو اختيار ثاني راح يكون إذا ما يعني يكون لكن أنا أعشق لما تلعب لعب نصب تأخر يكون عندك السلوب لعب اللي هو الاستحواذ والاحتفاظ من الكرة أنه يكون له دوريس وفقط في قطع الكرة صح وهو يلعب مع فيغ يمتلك طابع هجومي صح لما تلعبه وهو ذكي في قراءة زاوية تمرير الخصوم يعني يكون متوقع أن الكرة راح تكون في المنطقة هذه الخطرة فيكون قبلها موجود وهذا شيء يعني الصعب صراحة طبعا وانت قال الدفاع وتعرف قيمة الارتكاز الدفاعي صحيح 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 وأيضا حراسة المرمى إذن يختار الكابتن حسين حاكم من ضمن الارتكازات الدفاعية رودري طبعا بما أنك تلعب 4-3-3 بما أنه عندك ثلاثي خط وسط واخترت رودري إذن راح تختار راح تختار غم ثمانية نعم ثمانية عندك الخيار من المحاول الهجومية تقدر تختار اثنين أو تختار واحد الأمر متروك لك كذلك سلبة وأيضا طبعا تياقو قاندو قان أوديقارد فودن دي بروين كروس وبرونو فرناندز يا حغير اختار دي بروين وسلبة دي بروين وسلبة انت قفلت على وسط الستي يا كابتن حسين بالضبط شوف دائما لما تختار وسط لازم تختار الانسجام نعم الانسجام وما تكابر بالموضوع هذا صح الانسجام عام المهم أهم المستوياتهم الفردية الفنية صح يعني انت ما تختار لعب لأنه فقط مستوى الفني جيد الفردي لكن تختار انسجامه مع المجموعة أعتقد ان المجموعة هذه نعم منسجمة جدا من أكثر من ثلاث سنة طبيبا بالضبط وأدوائهم مختلفة طبعا يعني ترى السلفة غم منها جسمه تكوينه البدني مش القوي لكن يقوم بأدوار دفاعية جدا غوية صح صح من اللاعبين اللي يطلعك بالمطقة الخاصة بالضبط خصوصا في عمليات الضغط من أفضل اللاعبين اللي يطلع من الضغط بالضبط سواء مع الكرة يطلع من الضغط أو أيضا يضغط على اللاعبين حاملين الكرة بالضبط فأيذن خلصنا ثلاثي الوسط وثلاثي مانشتر سيتي خالص ننتقل للاعبين الأجنحة تقدر تختار جناح أو جناحين أو تقدر تختار ثلاث لعبين من المهاجمين هذا الأمر ما تروح لك رح نعود لك الحين الأجنحة وننتقل إلى المهاجمين الأجنحة موجودة عندك راشفورد وساكا يمين ويسارك لا تنس أننا عندك كذلك ثمان مهاجمين تريد تختار منهم واحد فقط راح طرح واحد طبيعيا شمعنا راشفورد وساكا راشفورد الأميز هذا الموسم هو ساكا يعني كتأثير في فريقهم وكذلك صناعة الأهداف وتسجيل الأهداف وأيضا الحيوية يعني صراحة أبغاد من مستوى استثنائي نعم إذن تشكيلة كابتر بس أعكس اتجاهاتهم أود ساكا عكس رجلة وراشفورد هذا أنا ستدخل فيها بالتكتب نعم هذا موضوع متروك عندك ساكا وراشفورد ننتقل إلى خط الهجوم مثل ما تعرفنا الدول الإنجليزي في مهاجمين من جميع الأنواع فتتكلم ملا عن هاري كين ولا عن هلاند عن توني وعن ويلسون راح نعرض لك الثمانية هذول والاختيار لك جيسوس كين توني ويلسون نونيز هلاند متروفيتش فاردي ولا شوني أحس عارف مهاجمك أتوقع لا كين كين توقع تلند لا أنا كين صراحة مؤجب فيه جدا كين قريبا يعني يلعب كتارغت يعني كمحطة ويلعب كذلك في المساحة صح وحيانا إذا احتجت أنه يسقط لنص الملعب أنه يكون كصانع لعب يعطيك الأريحة هل أنت توقع معك وارديولا راح يمكن تطور عنده هذه الأدوار بس لا زالت مو عنده الحين عنده بوكس صح وعنده السرعة والقوة البدنية اللي هو يلعب في المساحة كذلك لكن يعني كين يجيد هذه الأدوار وأيضا التنموح نعم نخلصنا حراسة المرمى والدفاع والوسط وأيضا الهجوم باقي لك شيء واحد اللي هو مدرب الفريق طبعا أنت مدرب الفريق راح تكون من ضمن مساعد له فعندنا طبعا مدربين مميزين يورغن كلوب بي بوكورديولا تنهاج إيدي هاو كونتي أرتيتا بالنسبة لك أرتيتا يعني معجب 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 بي بوكورديولا لكن أرتيتا يقدم مستوى استثنائي بأفكار واضحة بأسلوب وطريقة لعب واضحة جدا 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 يعني ما شفت أولا مبارا كان يعني عامل الحظ يسانده صح حقيقة دائما كان مسيطور دائما عنده سلوب لعب فهو الأميز وأيضا نقل الفريق من فريق طموح مركز الاربع الأولى إلى فريق طموح يحقق هذا اللقب صح و هذا بوناس كبير بالضبط إذن خلصنا التشكيلة كاملة وهي تشكيلة مميزة من المتابع مميز ولاعب أيضا مميز حسين حاكم شكرا لك شكرا لك أولي بعمرك وشكرا لكم متابعينا على متابعتكم برنامج سكورشيت على ما نشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة طمعا الله اشتركوا في القناة